السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي وصفات وأفكار باهية مرحبا بكم في القناة إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة ديالي شاركوا في القناة وفعلوا زل الجرس باش يوصلكم كل جديد وحسري وشكرا على المشاهدة وشكرا على اللايكات وشكرا على البرتاج للقناة كنشكر بالناس بزاف اللي كي ببرتاجوا القناة ديالي الله يحفظكم يا ربي ويعطيكم ما تمنيته ويسهل عليكم حتى أنتم ومرحبا بالناس جداد مرحبا بكم والف مرحبا شرفتوني ونورتوا القناة اليوم إن شاء الله غدي نشارك معكم هاد القطبان ديال الشواء كيفما كيباليكم في الفيديو كي يجيو لداد بزاف وبتتبيلة رائعة مهم كلو حدو الطريقة ديالها ولكن هالطريقة هادي كي يجيو زوينين وصحيين أكيد غدي تكونوا كتجربوا وصفاتي وكي ينجحوا معكم وكي يعجبوكم الوصفات كنبغي نشارك معكم أي وصفة ديالي سهلة وكن اختصر ليكم في تقديم ديالها ولا في الشرحة ديالها البنات باش تنتو ما تستفدوا منها وكل واحد والوصفة دياله وشهوة دياله وكنتمنى تديرو ضويرة في القناة ديالي عندي بزاف ديال الفيديوهات وبزاف ديال الوصفات وشكيلة ديال الحالويات البنات بزاف كي تلبوني على الحالويات في الفيسبوك دخلوا لقناة البنات ولا دخلوا لقائمة تشغيل لرني جمع لكم الحالويات ديالي كاملين ان شاء الله وجربوا اي وصفة غادي تنجح معاكم ديال با غادي ندوزو لطريقة البنات باش نحضروا هاد القطيبات ديالنا راوم كي جيزوينين بزاف وبهات التبيلة اللي كي جيزوينة ومو يمنتو ما البنات الحم دائما كيبقى على حسب افراد الاسرة اللي عندكم وتقطعها قطعوه بالشكل اللي كي يناسبكم وبطريقة اللي كتعجبكم انتو ما انا قطعت الحم ديالي هكاك مورباعة وغادي نضيف عليه لées المعدنوس انا كنضيف عليه غاية المعدنوس قطعت ماير مو يمنى قطعه هكاك رقيوق و Bh ni وكانضيف عليه وغادي تشوفو التوابل الي كندلو انا مكنزيد لوش مغير ها التوابل هذه يجيبنين بزاف البنات و�도 يجيبنين بilledة واقصيه وكنضيف له مليحة وغادي نضيف له فلفل الأحمرة وغادي نضيف له قليل من الحارстранين. ديفو الفلفل اسودة لبنات وضيفي قليل من الحار بالنسبة للحرك يبقى ختيار أختيار يبقى يضيفه و يبقى يدعمه تابعة اختيار فلفل احمراء كتبقى على حساب اللون اللي بغيتو انتم بغيتو تديرو ذاك اللون ديال شوى ديالكم تديرو اللون ديالو احمراء كتكترون فلفل احمر بغيتو تديرو شوية كخفيف مهم دائما العطرية كتبقى على حساب الكيمية اللي عندكم البنات وكنشلد واحد البصيلة صغيرة وكنشلدها رقي وقع بزاف ضروري كتديروها رقي وقع كتعطينا واحد لدف هاد القطيبات ديالنا كيجيو بناني بزاف اللي قدرتوهم بلبصيلة كيجيو شي شكل ولكن يلا بغيتو البنات دخلي فيهم شحمة تلويوهم في شحمة كيبقى لكم الاختيار كتديرو بولفا فاكك ملوي انا ما غديش نضيف لهم شحمة غدي نضير القطيبات ديالي غيها كاك وعندي هنا ما طيش قطعتها مربعات وعندي فلفل قطعتها مربعات وعندي البصلات هي قطعتها مربعات كنديروها مع القطيبات ديالنا كيجيو زويني مزاف بغيتو تديرو طومات صغيس كاللي كيكتفي باغيها كي دير غاية طومات صغيس كيجي تايزوينة ولكن ما كديروها كاختراف ليفلا وبصيلة وما طيشة كيجيو دوك القطيبات ديالكم كيجيو بنانين وكيجيو صحي صافي كان بقان دير البنات كان بقان دير طريف ديال الحم وطريف ديال بصيلة وعبتاني كاتقوا تفرقوا وقديرو ما طيشون ثم غدين كتصوبوا هكاك الحم ديالكم حتى هكاك التسالي الكيميه كامله ودك علي الساعة طيبه لا تذكرون فوق النافيقوا فوق يبقى لكم الاختيار انتمع طيبه 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 انشاء الله البنات غير ما عندحش الوقت واقينين بزاف ديال طرقين ان شاء الله لبشط ثبون لحم ديالكم وكانين بزاف ديال الوصافات عندي بزاف ديال الوصافة البنات محتاجة غير تشجيع ديالكم وما تبخلوش عليا باللايكات البنات ما تبخلوش عليا باللايكات كتفرجوا في الفيديو وخليوا معكم لايك وكان شكركم بزاف وكان شكر الناس اللي كيدخلوا عندي الناس جداد كيخليولي يتعاليك يحفزوني وكان زيد نتحمس باش نعطيكم وصافات والله راني قلت لكم البنات كان بغير نشارك بزاف الوصافات معكم غير الوقت والضروف كان مرمو حد ضروف شوية اللي صعبة مهم ان شاء الله نشارك معكم الضروف اللي دايزة منها ان شاء الله بغيت نشاركها معكم ولكن الوقت ما كيسمح ليش ان شاء الله غادي نشارك معكم فين كنغبر عليكم وشنو كندير ان شاء الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله ونشاركوه معكم ان شاء الله لما لا سوف البنات تبقوا تعمروا الحمديركم في القطيبات بحال هكا وإلا بغيتوا البنات ما تديروش الحمديركم في القطبان سوف يقطعها غير شرائح وديروا ديك البصيلة هكا في شوية وفلفلة وما طيشة وقديروا اللحم دياركم بلحق تكون شوية تكون شوية اللي رقيقة البنات ما تثبتش لكم داك اللحم تكون شوية اللي رقيقة وقديروا داك اللحم وقديروا داك الخضر اللي قلت لكم راكا تجي تايزوينة بزاف هالطريقة مهم دائما الطريقة مهم اختاروا انتم الطريقة اللي غادي تجيكم سهلة مهم انا كنشارك معاكم وصفاتي اللي ساهلين وبساطين ومهم ديروا الطريقة اللي تنتو ما تبارك الله را السيدة اللي كيدخلو المطبخ را تبارك الله ما نخافش عليكم حادقات ومتولة تبارك الله مهم هاد الوصفات بالنسبة لبنات اللي اول مرة كيدخلو المطبخ وكيكونوا ما كيعافوش في صراحة شيش هيوات اللي غادي يحضروه كنشاركوا مع البنات طريقة بالتفاصيل والطريقة ديال التحضير مهم كان مغيم دستوركم في الطريقة التحضير ديالنا باش نجحوا معكم الوصفات وبزاف اللي بنات كيسولوني في الفيسبوك كيسولوني على بزاف ديال الوصفات وليسالاد وكيسولوني على بزاف ديال الوصفات مهم كان خليلهم الرابط ديال القناة وكيدخلو وكيشكرهم وكي البنات اللي كيقول لي صفت النا الوصفات في الخاص ولا قاسمش حاد البنات صفت لهم الوصفات ديالي الخاصين كصفت لهم في الخاص قلقوش كيبقى وكيدخلو القناة مهم لكت اذا القديم تتحコانش وذل سافي انا ادارت الحم وهو تكون ل poisonous لنافقة وظيفت صيف لها جزوينين وظيفت قليلوا المحيلة وضيفتكم بعد ان يطيبوا تظيف حضرتها تشمع تشمع على الجهزة وقطعها يجب على الاقلال ودخلاتها يوجود منذ ذهبين ويجبوا عاطين اللون البنات ويفتيل لحم ديالكم لا يحرقون بكى بنات حتى يتعين نشف والمهم بأن يأخذ كل اللون يأخذ كل اللون ذهبي حسنا لا يجب على الحم ديالكم أخضر وما طيبوش بززاف حتى يتحرق بش ما يجيكوش للحم يجي لحم قاسح مهم دائما خليوا ذاك القطيبة دياركم غير يذهبوك يطيبو على ذاك الفاخر هو علم هل باش كتجي لحم كتجي فتية كتجي لحم زبداك كتجي كفتية انتو ما كتتاكلوا ويا كتجي فتية ما كتجيش لحم قاسح إلا كان العفية مجهده ودرتو ذاك وبقى كتكيت حرق لحم كتبس وكتجي قاسح بزاف مهم كان بغين شارك معكم هكا بعد الملاحظات حتى أنا را كتوقع لي بزاف ديالاخطاءك بزاف البنات ماشية شوية ومهم اي خطأ قدرتوه را كتتعلموا منه قدرتو شي حاجة را كتعطيكم كتعطيكم درس في الحياة صافي وصلنا لنهاية الفيديو بصحة وراحة وبسلام عليكم